الجنرال القآني في بغداد هكذا تقول الأخبار لكن السؤال المهم هو ما الذي جاء ليبحث فيه سواء مع الحكومة أم مع الفصائل الولائية وإذ يعتقد البعض أن زيارة تأتي بسبب التوترات الأخيرة بين الكاظمي وقيادات الفصائل المسلحة على خلفية اعتقال القيادي الحجدي قاسم مصلح فإن آخرين يرون في الزيارة تأكيد رفض طهران لتصرفات بعض الفصائل ضد الحكومة العراقية وكذلك رفض عمليات القصف الصاروخي التي تجري بين حين وآخر في عدد من المدن العراقية ومن المتوقع أن يعقد قآني اجتماعات موسعة مع أطراف حكومية وسياسية وفصائل مسلحة للبحث في الأوضاع على الساحة العراقية والتصعيد العسكري بين تلك الفصائل والولايات المتحدة وسبق للجنرال قآني أن أكد للكاظمي أن بعض تصرفات الفصائل تتم بشكل منفرد رغم الطلب منها عدم القيام بأعمال أو تصرفات كهذه وزيارة اليوم ربما تأكيد لهذا الموقف ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية بأن الجنرال قآني ربما يحمل رسائل جديدة لبغداد بشأن ملف انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيما وأن زيارته تأتي قبل أقل من شهر على زيارة مرتقبة للكاظمي إلى واشنطن الشهر المقبل وتتهم واشنطن ميليشيات عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف قواتها وأرتالها لكن من غير الواضح ما إذا كانت الفصائل الولائية ستلتزم بتوجيهات قآني خاصة وأنه لا يملك نفوذا كما سلفه سليماني سليماني